على هذه الطاولة لا من المنفى يرسم واقع جديد لبلاد تتسرب شيئا فشيئا من أصابع الإنقلابيين تخوض الحكومة معاركها المختلفة وتتقدم ببطء ليس على الصعيد العسكري فحسب وإنما على الصعيدين السياسي والاقتصادي بعد أن فتحت عيونها على خيوط اللعبة المنفلتة منذ زمن كيف وما المستجد في ذلك فالحكومة التي ظلت سجينة العجز والتياذبات الإقليمية والدولية طوال الفترة الماضية بدأت تتحسس مكامن القوة لتستند إليها في معركتها الفاصلة سياسيا استقم عودها ورفضت السماح بتمرير الصياغ الميتة والتسويات غير العادلة على شكل خطة قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ووافق عليها مجلس الأمن لكن الحكومة أبت ذلك وقالت إن هذه الخطة تتناقض مع المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية رفضت أيضا لقاء المبعوث الخاص مؤخرا في الرياض وأكدت على أن أي نقاش بشأن الخطة المقترحة أمر لا يمكن القبول به وليس على ولد الشيخ سوى تقديم خطة جديدة تستوعب حق اليمنيين في إنهاء أسباب الحرب وكافة مظاهر الإنقلاب غير معروف ما الذي سيقوله مجلس الأمن بعد رفض الرئيس والحكومة مقابلة ولد الشيخ كما هو غير معروف إلى ماذا تستند الحكومة في موقفها الثابت ولهجتها الصار ما اهتجاه خطة المبعوث الأممي لكن اعتراف العالم بشرعيتها وإدراكها لمكمن الضعف الذي غير طريقة تعامل المجتمع الدولي ودفعه لبحث مخرج طوارئ على حساب المرجعيات القائمة شجعها على التمسك بموقفها الرافض لأي تسويات يراد لها كما أن التحالف الذي تتكئ عليه الحكومة ليس عاجزا إذا أراد أن ينهي سر العجز والاختلال في أداء الشرعية ومساعدتها في تثبيت الأرضية التي تقف عليها تعزيزا لثقتها في امتلاك أوراق اللعبة في الداخل على الأرض ذهبت الحكومة لتفعيل دور العاصمة المؤقتة عدن بدءا بنقل البنك المركزي وتحويل إيرادة الدولة إليه ولاحق النجاحها في كسب ثقة البنك الدولي ودفعه للتعامل مع الأمر الواقع تكللت بإطلاقه محفظة مالية للتدخل العاجل والسريع بقيمة 400 مليون دولار دعت الحكومة أيضا السفارات والمرظمات الدولية لنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن فالسيابة الأخيرة وحدد ممثلها في اجتماع لهم مع نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية حسين عرب شهرين لاستكمال ترتيبات الانتقال إلى عدن ولاحقا أطلقت الحكومة خطة التعافي في المناطق والمحافظات المحررة يحدث هذا فيما لا تزال نصف الحكومة في المنفى وذلك أمر يدعو للغرابة إذ لا مبرر لبقائها خارج البلاد بعد أن استوت الأرضية التي تقف عليها وبدأ الملف الأمني والخدمي في التعافي ففي العودة الكاملة والنهائية تحدي وجودي يتعلق بمستقبل الشرعية وقدرتها على إرسال تطمينات لليمنيين وللعالم أيضا ودعوتهم للالتفاف حولها لإمجاز مشروع الدولة المختطفة شكرا